هل يعمل ايه الفترة الجاية علشان يقدر ينافس او انت مثلا لو انت قعدت معه طلعت يوسف انا كلمت وبركتله وقلتله احنا تحت امرك في خدمات من برا لو انت عاوزه طيب او راجل محترم جدا وكلمت برضو ايها بنفس الحكاية اه او راجل تاريخه كبير جدا اه طيب انا مدرب كويس اه مدرب كويس قل لي من وقع خبرتك كبيرة جدا طلعت يوسف لو انت قعد معاه هتقوله يعمل واحد اتنين ثلاثة علشان الاسماعيلي ما يحصلوش زي ما حصلها السان الفات يطلب الخمس لعبة اللي هو طالبهم انجبهم له وتسيبه طلعت مش بتاع تقوله واحد من ثلاثة يجيب الناس اللي طلبهم وتسيبه طلعت مدرب كويس محبوب شخصية كوية خدت بالك ويعرف يدفع ازاي ويعرف يعجم ازاي وعارف مدرب كويس وبعدين لا بيحب ولا بيكره في ميزة لا بيحب ولا بيحب الشغل بس وهدي احدى انسان انت تعرف وانا مسك القوات المسلاحة كان عسكري عندي هو وطهر اسم ايه طرق العشري بس هو هتلو الناس اللي هو عاوزهم اه كنت بتعمل فيهم ايه بقى لا بالعكس انا كنت باشي ننزل في دماغي طهر العشري كان ييجي تخاني معايا يا كابت عاوز العب يا كابت عقول له يا لعبك ايه يا طرق ده في المنتخب العسكري اه اه قلت لعبك ايه طرق انت عاوز تتعور دي قوات مسلحة بتلعب مع بعض اه 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 وفي عساكر مش هيك كنت اعادهم اه 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 طيب قللي يعني هل في لعيبة معينة انت بتنصح بيها لا انا بس انا بقدر شفرد على اي مدير فني لعيبة معينة لا قوية نظرك انت راجل خبرك بيه ولا هو يجيب اللي هو عاوزهم لانه هو اللي يتحاسل اه انا مش هتحاسل افرادنا قلت له خد علي وخد محمد وخد خليل وطلعوا وحشين هو اللي ياخد لانه هو اللي يتحاسل لانه طلعت الجماهير مش هترحم اي مدير فني في اسماعيلي لو النتائج بدأت زي للسنة اللي فات